لم يجد هؤلاء المحتجون سبيلا للحصول على فرصة عمل رغم البحث المضني هشام وهدى يقفان اليوم للاحتجاج مع غيرهم فيما ارتفع معدل البطالة في المغرب إلى 13% السنة الماضية لقاوا هنا مجموعة دي الدكاتيرا المعطالين اللي هم خريجي الجامعة المغربية ولهما كفاءات ولكن للأسف تغلقات فوجهم الأبواب ديال الوظيفة وديال العمل هذا راجع بالدرجة الأولى إلى السياسة دي الدولة وسياسة الحكومة الحالية نجد نعاني من البطالة والعطالة لمدة أزيد من عقد من الزمان في ضوء المعطيات الآخرة والتقارير الصادرة من المندوبية السامية للتخطيط والتي طلعنا عليها على أن معدل البطالة يرتفع لدى حامل الشواهد العليا نسبة العاطلين المعلن عنها هي الأعلى منذ سنة 2001 ويصل عدد المغاربة العاطلين إلى مليون ونصف المليون شاب أمر يفسره الاقتصاديون بتراجع قطاعات مهمة بالبلاد أرقام مقلقة لكنها تبقى أرقام متوقعة لماذا؟ لأن الاقتصاد الوطني المغربي عانى خلال الثلاث سنوات الماضية من جموعة من الأمور أساسية أولا كل ما يتعلق بالتساعد المطارية نحن نعرف أن القطاع الفلاحي هو المشغل رقم واحد في المملكة المغربية حيث أن السنة الماضية فقدت قريباً 198 ألف منصب شغل في القطاع الفلاحي والأمر الثاني هو أن قطاعات أخرى لم تساهم في خلق منصب شغل كل ما يتعلق بقطاع البناء وقطاع التجارة الحكومة من جهتها تربط الأزمة الحالية بظروف اقتصادية عالمية صعبة وتؤكد بدل الجهود لتمكين الشباب برنامج أوراش 200 ألف منصب شغل كانت مهمة في ظل الظرفية التي تمر منها العالم أيضاً إطلاق واحد شق جديد متعلق في أوراش دائماً حدث 51 ألف منصب شغل هذه تسمى المناصب الأمد البعيد وأيضاً هناك إطلاق جملة من الإجراءات بحل أنا مقاوي بحل العمل التي تقوم به الوكالات التي تشغيل رغم كل المحاولات التي تبدلها الحكومة من أجل ضبط معدلات البطالة تبقى الأرقام محبطة للشباب وهم الفئة الأكثر تضرراً السنة الماضية أرقام غير مسبوقة للبطالة في المغرب تنتظر حلولاً حكومية تخفف من الأعباء المرقاة على المغاربة وتحول دون هجرة الشباب إلى الخارج نورديني قجانا الحرة الرباط ترجمة نانسي قنقر